ماذا عن تشكيل النادي الاهلي وايضا تشكيل النادي الزمالكة المتوقع لمباراة الكومة تعالوا نبدأ بتشكيل النادي الاهلي الاقرب لبداية هذه المواجهة يلا بينا الاهلي هيبدأ المواجهة بمحمد الشناوي في حراسة المرمى علي معلول وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنع ومحمد هاني في خط الدفاع مروان عاطية في وسط الملعب ومعه محمد فخري واحمد الكندوسي ومحمد فخري واحمد الكندوسي ممكن يبقى واحد منهم برا ويلعب محمد مجدي أفشا برستاه وحسين الشحات وقربة سلاسي وجومي معتاد وقاليو ديانج لو جاهز هيبقى موجود برضو في التشكيلة الأساسية هذا تشكيلة النادي الأهلي المتوقع عما تشكيلة نادي الزمالك المتوقع ففيها كالتالي محمد صبحي في حراسط المرمو حسين عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المسلوسي وحاتم سكر في خط الدفاع مع أحمد فتوح وعشرة فروقة وعمر جابر وابراهيم النضاي وصيف الجزيري وزيزه هذه هي التشكيلة المتوقعة أيضا لنادي الزمالك لمباراة القمة طيب اللي بيحصل بقى في نادي الزمالك ليلة القمة مع قبل القمة مع قبل قمة الأهلي والزمالك مع قبل الدربي إيه اللي بيحصل إيه كواليس تعال أقول لك يلا بينا هناك جلسات مستمرة من مسؤولي نادي الزمالك والموديل فني كولومبي أخوان قرلوس أسوريو مع اللاعبين من أجل تحفزه وتحديدا اللاعبين الشباب المدرب الكولومبي يتحدث مع اللاعبين ومنحهم دفع نفسية قبل القمة من أجل الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة والتأكيد للجمهور على أنهم عناصر قادرة على المنافسة وأن يكون الموسم القادم أفضل للزمالك عن الموسم الحالي كلام حلو المدرب فتح ملف توقيع إمام عشور للنادي الأهلي مع اللاعبين طلبهم بعدم التركيز مع الأمر أو الحديث معهم من قريب أو بعيد بعدما لاحظ أن هناك حالة من الغضب لدى اللاعبين الكبار من الأمر كان هناك محاولات خلال الساعات الأخيرة أن يكون دنجة موجود في قائمة المباراة ولكن اللاعب ما زال يعاني من إصابة في العضلة الخلفية واستمر أو مستمر في التأهيل هناك حيرة تسيطر على أسوريو في مركز رأس الحربة يبدأ المباراة بسيف الجزيري لاعتماد على سرعته أو الدفع من ناصر منسي بسبب قوته في ضربات الرأس ووارد جدا أن يلعب بالاتنين بالمناسبة من بداية المباراة الإدارة وعدت اللاعبين مكافئات خاصة في حال الفوز على الأهلي في مباراة القمة وسوف يتم صرفها بشكل مباشر أو بشكل فوري يعني بعد نهاية المباراة حال تحقيق الفوز مش ده اللي بيحصل في نادي الزمان